إذا مرض الإنسان المسلم حق على المسلم للمسلم الزيارة ويعود ويكرر على الزيارة لكن يأتي في وقت الزيارة لا يأتي في وقت متأخر أو مبكر وقت وجود الأهل عند هذا المريض ولا يطل البقاء عند المريض عندما يدخل عليه وسلم عليه ويقول لا بأس طهور إن شاء الله لا يقنط من رحمة الله نعم ولا يذكر عنده الموت نعم فإذا ظهر عليه على وشك الموت يلقن لا إله إلا الله نعم فإذا تحققنا من موته فإذا كان ينفل منه ينفل منه ينفل تقمض عينيه فإذا كان يفاو جدت جميع منه ينفل ويشد لحيه يعني تربط هكذا أتلافتح الفم أفضل كثير منه ينفل منه يكفل وكثير المفاصل يعني هكذا نلين المفاصل لا بد المسلم يغسل إلا الشهيد ويكفن ويصلى عليه في المساجد يتقدم الإمام ويقف عند رأس الرجل وفي وسط المرأة يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة يؤمن يؤمن ثم يكبر الله أكبر ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والإبراهيمين ثم يكبر ويدعو للميت والأفضل والأولى أن يدعو بيدعة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يحمل الميت ويدخل في قبل ثم نتوجه للقبلة وندعو له بالتثبيت صلى الله سبحانه وتعالى لي ولكم ثبات والله أعلم صلى الله عليه وسلم ثم يحمل الميت وإن الله سبحانه وتعالى لن يقبر نعم